بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية عنوان الدرس كان الوحدة الرابعة للصف الثالث دعونا طلاب الأعزاء نتذكر بعض القوانين الصفية أجلس جلسة صحيحة أضع يدي على الطاولة أنظر إلى المعلم أستمع إليه جيدا أنصت للمعلم في أدب أستأذن عند أداء أي عمل أرفع يدي قبل أن أتكلم أنتظروا دوري وأحترم الآخرين والآن طلاب الأعزاء هيا فلنبدأ الدرس هل أنتم مستعدون؟ فلنبدأ بداية سنتعلم من خلال درسنا لهذا اليوم أن يحدد الطالب عمل الفعل الناسخ كان من خلال الجمل المعروضة بشكل صحيح ثانيا أن يوظف الطالب كان في جمل في جمل بشكل صحيح والآن طلاب الأعزاء هيا نتذكر سابقا الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية أحسنتم الجملة الإسمية تبدأ بماذا؟ بإسم بارك الله فيكم والجملة الفعلية تبدأ أحسنتم بفعل هيا من خلال هذه الصورة عبر عنها مرة بالجملة الإسمية ومر بالجملة الفعلية ماذا نقول؟ الولد سريع هنا جملة أسمعك نعم جملة إسمية لأنها بدأت بإسم أحسنت نعم يجري الولد جملة فعلية لأنها بدأت بفعل بارك الله فيك والآن طلاب الأعزاء هيا ننتقد إلى الدرس ونوضح عمل كان بداية اقرأ جمل العمود الأول ثم العمود الثاني الهواء بارد السماء صافية الشمس مشرقة ما نوع الجمل في العمود الأول؟ ما نوع الجملة هنا؟ أحسنت جملة إسمية أسمعك نعم جملة إسمية إذن هذه جمل إسمية وهنا جمل دخلت عليها كان نعم هنا في الجملة في العمود الأول الهواء بارد الهواء بارد ما الذي تغير في الجملة في العمود الثاني؟ هنا الخبر في العمود الأول كان مرفوعاً والآن أصبح منصوباً نعم كان هي التي غيرت في الجملة ماذا فعلت؟ المبتدأ اسمها مرفوع كما هو الهواء الهواء بارد تغير الخبر هنا تغير من الرفع إلى النصب هيا نوضح عمل كان انظر بني الجملة الإسمية هنا القمر منير إذا أدخلنا عليها كان نقول كان القمر منير أم منيراً؟ أحسنتم منيراً ماذا حدث؟ هنا الخبر في الجملة الإسمية تحول إلى خبر منصوب نعم فأصبح منصوباً هنا جملة أخرى السماء صافية عند دخول كان تغيرت كانت السماء صافية نعم تحول الخبر من الرفع إلى النصب طلاب الأعزاء هيا ننتقل إلى تدريب ونحدد فيه اسم كان وخبرها هيا حدد معي اسم وخبر كان في الجملة الآتية كانت الطفلة غاضبة في الحديق أين اسم كان؟ أحسنتم الطفلة وأين خبرها؟ أحسنتم غاضبة جملة أخرى كان الجو غائماً الجو نعم اسم كان بارك الله فيكم أين الخبر؟ غائماً أحسنتم وهنا ننتقل إلى تدريب آخر ميز الحركة الإعرابية لإسم وخبر كان نتذكر اسم كان مرفوعاً منصوب أحسنتم نعم مرفوع خبر كان أحسنتم نعم منصوب جملة أخرى كان الصف نظيفاً اسم كان مرفوع نظيفاً نعم خبر كان منصوب لننتقل إلى تدريب آخر هيا طلاب الأعزاء امنى الفراغ في الجملة الآتية بالكلمة الصحيحة هنا الهدية قيمة الهدية قيمة نقول كان أم كانت الهدية مذكر أم مؤنث أحسنتم مؤنث لذلك نقول كان أم كانت أحسنتم كانت جملة أخرى كان الطفل يطرى هنا اسم كان مرفوع فماذا يكون خبرها أحسنتم نعم يكون منصوباً هنا كان الطفل نائماً بارك الله فيكم جملة أخرى كانت كانت لماذا قلنا كانت نعم لأن الرحلة مؤنث أحسنتم كانت الرحلة أحسنتم الرحلة ممتعة بارك الله فيكم ننتقل إلى تهيير من آخر أدخل كان على الجملتين كما في المثال الآتي القطار سريع كان القطار سريعاً هيا اللاعب ماهر جملة اسمية أدخل عليها كان ماذا تقول بني أحسنت كان اللاعب ماهر أحسنت هنا ماهر عند دخول كان أصبحت ماهر أحسنت القصة جميلة كانت القصة جميلة أحسنتم ننتقل إلى تدريب آخر هنا نحذف ماذا كان ونحول الجملة إلى جملة اسمية أي نعيد كتابتها مرة أخرى يا ترى ماذا نكتب كان الإمام واقفاً إذا حذفنا كان ماذا نقول أحسنتم الإمام واقف هنا الخبر يرجع إلى حالة الرفع طالما كان غير موجود أحسنتم هنا كان الزحام شديداً نقول الزحام شديد أحسنتم جملة الأخيرة كانت الغزالة سريعة كانت الغزالة سريعة كانت الغزالة سريعة نقول الغزالة سريعة أحسنتم بارك الله فيكم كدريب آخر عبر عن الصورتين الآتيتين بجملتين تبدآن بكانة هيا أمطار ماذا نقول في هذه الصورة ماذا نقول بني أحسنت كان الجو ممطراً أصبت بارك الله فيك الجملة الصورة الأخرى ماذا نقول أحسنت نقول كانت الشجرة مثمرة بارك الله فيكم طلاب الأعزاء هيا عبر عن الصور الصورتين بجملتين تبدآن بكانة ماذا نقول بنيه هنا طفل سعيد ولد سعيد أحسنت كان الولد سعيداً أصب رجل الجو حار ماذا نقول بنيه أحسنت نقول كان الجو حاراً أحسنت بارك الله فيكم والآن طلاب العزاء ننتقل إلى تدريب آخر عبر عن الصورتين الآتيتين بجملتين تبدئان بكانة ولد سعيد ماذا نقول أحسنتم كان الولد سعيداً الجو حار ماذا نقول هنا أحسنتم كان الجو حاراً أحسنتم بارك الله فيكم طلاب العزاء هيا نتذكر ما تعلمناه اليوم تعلمنا اليوم كان أحسنتم كان فعل ناسخ ماذا يفعل تدخل على الجملة من الإسمية بارك الله فيكم فترفع المبتدأ ويصير اسماً لها ماذا تفعل في الخبر نعم تنصب الخبر ويصير خبراً لها أحسنتم بارك الله فيكم هيا نتذكر القاعدة نقول كان فعل يدخل على الجملة الإسمية للدلالة على الماضي إذا دخلت كان على الجملة الإسمية فإنها تغير حركة نعم الخبر فإنها تغير حركة الخبر إلى النصب مثل جملة الطعام لذيذ نقول كان الطعام لذيذا إلى هنا طلاب الأعزاء وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نبقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر